متابعي قناة شبكة الرادار الرياضية السلام عليكم في فيديو جديد ضمن تغطية شبكة الرادار لآخر أخبار الكرة العالمية والعربية في هذا الفيديو سأقدم لكم أصدقائي أبرز الأخبار والمفاجآت التي حدثت في عالم الساحرة المستديرة فابقوا معنا قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا تواجد النجم المصري محمد صلاح لعب ليفربولي الإنجليزي في القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل لعب والتي أعلنها الاتحاد الدولي لقرة القدم بجوائز الأفضل في العالم زابيست وكان صلاح تواجد في هذه القائمة العام الماضي 2018 ودخل القائمة النهائية وحصل عن مركز الثالث خلف الصنائي كروسيانا رونالدو ولوكو مدريتش في جائزة أفضل لعب وتواجد صلاح بالقائمة بعدما حقق لقب دور أبطال أوروبا مع الريلز هازا الموس مفاوزه بجائزة الهزاء الزهري لبريمير ليج بعد إحرازه 22 هدف وذكر الموقع الرسمي للفيفا أن القائمة الأولية تضم عشر مرشحين بناء على إنجازات كل منهم خلال الفترة من 16 يوليو 2018 وحتى 19 يوليو 2019 كما أعلن الاتحاد الدولي لقرة القدم أيضا عن المرشحين لجوائز أفضل مدرب والتي شهدت تواجد الجزائر جمال بالماضي على الرأس القائمة بعدما حقق كأس الأمم الأفريقية 2019 مع منتخب بلاده بجانب الألماني يورجان قلوب والأسباني بيب جوارديولا ويتم اختيار الفائز بجائزة الأفضل في العالم زابست من خلال أربع طرق للتصويت بنسبة 25% تقسم بين اختيارات الجماهير عبر الموقع الرسم واختيارات مدربة منتخبات العالم واختيارات قادة منتخبات العالم واختيارات الإعلاميين من كل دول العالم ويحصل صاحب المركز الأول في التصويت على خمس نقاط مقابل ثلاث نقاط للاختيار الثاني ونقطة وحيدة لصاحب المركز الثالث ويتم الكشف عن القائمة النهية لكل جائزة ولا تتضم ثلاثة فقط في وقت لاحق وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة زابست خلال حفل سيقوم في مدينة ميلانو الإيطالية في الثالث والعشرين من سبتمبر المقب وجاءت القائمة الأولية لمرشحين لجائزة أفضل لعب مكوناة من عشر لعبين وضمت كل منه كريسيان رونالدو يوفنتوس فرينك دي يونج آياكس وبرشلونة ماتياس دي لغت آياكس ويوفنتوس هاري كين توتنهام إيدن هازارد الشيلس وريال مدريد ساديو ماني ليفربول كليان مباوي باريسان جرمان ليونيل ميسي برشلونة محمد صاح ليفربول فيرجيل فاندايك ليفربول وفي النهاية هل تعتقد عزيز المشاهد أن محمد صلاح قادر على حسم الجائزة هذه المرة أم هناك لعب آخر سيتفوق عليه اشتركوا في القناة